المغربة وكل العلم فرحان تكملية الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الحكومة بن يامين نتانياهو والمغربة كاملين فرحانين والشعب المغربي من تنجح تل قويرة فرحان هذه الاتفاقية التي كانت تكملية الاتفاقية كان قلها سيدنا قبل وكاننا فرحانين بهذاك الخبر وهذه غير إن شاء الله تكملية اللي قلها سيدنا الله ينصره وإيده إن شاء الله بهمين والادي ذك ore اللي اتفاقية هذيowany tsft g tradítه حم بالخير للبلاد اتك意م الخير الجانوب والصحراء إن شاء الله ويكونوا مشاريع كبار واستتمارات بما فيها الصيد البحري بما فيها اة اي حاجة Aa اي حاجة اللي كت يكون في التجارة اللي كتكون fA هذاش كي قولولو ا及 cualaju او اي حاجة اللي غادي تعم بالخير البلاد غادي تكون جاد الله وواحد الاتفاقية غادي تكون ان شاء الله كبيرة بين شعوب جوج اه اللي هي اتفاقية سوال الشغل سوال الشحويج اللي غادي يكونوا يد في يد هكا وانتنا كتعرف بانا كما كيقولوا الاتحاد قوة واي حاجة كتكون فيها الاتحاد هكا را كتكون خير وكتكون عندها نتائج مزيانة وحنا فرحانين بزاف وبالنسبة الاعتراف بان الصحرة مغربية اصلا هي الصحرة كانوا فيها جدودنا وكانوا فيها من زمن الزمانات كانوا فيها يهود مغاربة وكانوا كيخدموا في التجارة وكيخدموا في بزاف دي المهان من زمان يعني مش شي حاجة اللي هي جديدة شي حاجة اللي هي غير كتكميلي وبالنسبة اليهود المغاربة ومار كانوا من زمن الزمانات ماشي غير في الصحرة في المغرب كامل في اي بلاصة في المغرب كانوا فيها كانوا كيخدموا في وكانوا كابلوا واحد كبير بالمسلمين وباليهود. ومعمر اليهود كانوا كيحسبوا ريسهم أنهم انهم دخالة في البلاد ديالهم وكانت واحد الالفها وكان ومغرب منتش بأن احتضنى اليهود واحد سنين في واحد العهد Play destin بischen بلاد إلا المغربись وحتضنهم الملوك دينا الله يرحمهم والملك دينا الله ينصروا والله يقيدوا ويقيد الأسرة العلوية وشي حاجة اللي هي احنا ما كتجيناش غريبة كتجينا غير كيتكميليا غير هي نقولوا كنحتفلوا بيها أنا كيجيناد غير احتفال كيجيناد غير جديد ما هو دي ما كان احنا ديما خدامين معكم وديما معكم من زمن الزمانات واحتدبوا وحنا فرحانين بزاف وولادنا وجدودنا واحتل اللي جاي للقدام هما كيفتخروا بالمغرب وكيفتخروا بينا صحراء مغربية وديما مغربية بجهة الله بالنسبة للمغاربة هما فرحانين كيما قلنا وكيطمحوا للقدام بأن المغاربة هما شنو كان خاصهم كان خاصهم غير واحد سناد كان خاصهم واحد اللي يوجههم يجدوا للقدام كمستميرين كناس اللي يعاونوهم في الاستثمارات لأن ما تنساش ابن المغرب عندها موارد جد جد مهمة وموارد اللي هي مهمة بزاف البلاد وخاص غير اللي يحييها واللي يزيد بهم شوية القدام واللي يستمر معهم واللي عاونهم وبالنسبة للشحب الإسرائيل اللي يحتوما واليهود المغاربة كخصوص بغين حابين المغاربة يكونوا معاهم ونخدموا انصوم بلو يكونوا المغاربة في إسرائيل اللي حتى وما يخدموا ونحسوا بخوتنا معانا كيفما كانوا ليهود في واحد الزمن هنا في المغرب وكانوا يخدموا يد في يد بجهد الله دابا هترجع هذه الروح اللي كانت في زمان في الستينات وفي الخمسينات هترجع دابا أن هاد الحي هايهودي ها مغربي ها مسلم فواح في نفس الحي في نفس التجارة في نفس الحمام في نفس السوق في نفس أي بلاسة كتلقا هم موجودين بجوج لا بالنسبة لهنا لا بالنسبة لإسرائيل بجهد الله